اهلا بكم بنحتفل بعيد دخول مسيح ارض مصر يوم 24 بشامس و 1 يونيو بالمناسبة دي هنتعرف على مصار رحلة العائلة المقدسة والاماكن اللي زاريتها في مصر مش هطول عليكم يلا بينا نتعرف على مصار الرحلة مع بعض اول حاجة العائلة المقدسة دخلت مصر من جهة صحرا سينة دخلت من ناحية العريش ومنها دخلت لمدينة الفرمة اللي هي موجودة بين العريش وبين بورسعيد بعد كده العائلة المقدسة اتنقلت لمدينة تل بسطة ودي موجودة في محافظة الشرقية وفيها المسيح انبعين مية وكانت المدينة مليانة بالاوسان وبعد كده لما العائلة المقدسة دخلت وقت الاوسان كلها على وشها على الارض وكسرت فطبعا اهل المدينة اساقوا معاملة العائلة المقدسة فطبيعي العائلة المقدسة سابوا المدينة طبعا تل بسطة جاية من بسطيت لان كانت المدينة بتعبد الاله بسطيت اللي هو القطة بعد كده العائلة المقدسة راحت على مدينة المحمة والمحمة دي موجودة بمدينة مسترد وهي جنوب تل بسطة واستقرت هناك ودي موجودة بمحافظة المحلة الكبرى حاليا وتسمت بالمحمة لان العدرة حمت السيد المسيح وغسرت ما لابسه هناك بعد كده العائلة المقدسة اتنقلت شمال لبلبيس ودي طبعا لمحافظة الشرقية وقعدت هناك تحت شجرة عرفة بشجرة مريم والشجرة دي للأسف حاليا مش موجودة ودي طبعا غير شجرة العدرة اللي هي في المطرية تمام بعد كده العائلة المقدسة مرت على بلبيس تاني وهي رجع بعد كده من بلبيس راحت العائلة المقدسة لمدينة سمنوت وسمنوت نلاقي فيها اللي فيكم يروح الرحلة لقدس أبا نوب في سمنوت هيلاقي مجور اللي كانت العدرة بتاعجن فيه وكمان هيلاقي برمية لسه موجودين لحد دلوقتي في الكنيسة أما عن شعب أهدى سمنوت فهما استقبلوا العائلة مقدسة استقبال كويس جدا وسيد المسيح باركهم والمجور اللي هناك من حجر الجرانيت وبير المية موجود لحد دلوقتي ميته ممكن تكون ملحة شوية بس موجود والناس بتاخد منه برقة لحد دلوقتي في الكنيسة من مدينة سمنوت العائلة المقدسة راحت على الشمال الغربي ناحية منطقة البرولوس وصلت مدينة سخة وهي موجودة في محافظة كفر الشيخ حاليا وقدم السند المسيح موجودة على حجر هناك مطبوع ومن الواقع دي او من الحدث ده المدينة اخدت اسمها من بيخ ايسوس او كعب ايسوس فباية اسمها سخة والكعب ده موجود حاليا في الكنيسة هناك بالمتحف الخاص بالكنيسة والفتتحه البابا توضروس السند من سخة راحت العائلة المقدسة لنهر النيل فرع رشيد غرب الدلتا وتحركت جنوبا لوادي النطرون او الاسكويت هناك ساد المسيح بارك المكان والعدرة باركة المكان ويبقى مقر لتا جماعات رهبانية منذ كرن الرابع والحد دلوقتي فنلاقي فيه دير العدرة البراموس والسوريان ودير الانباب شوي وانباب مقار من ودي النطرون راحت العائلة المقدسة على القاهرة وعبرت نهر النيل من الجهة الشرقية عند المطارية وفي المطارية او منطقة عين شمس قعدت العائلة المقدسة تحت الشجرة اللي هي معروفة حالين بشجرة مريم هي شجرة بلسم والسيد المسيح انبع هناك عين مية شرب منها وبارك المكان وغسلت فيه العدرة ملابس السيد المسيح ومطرح ما غسلت العدرة ملابس السيد المسيح طلع نبات جميل اسمه نبات البلسم او البلسان وهو زور رائحة جميلة بيضاف لانواع العطور والاطياب اللي بتتعمل منها زيت الميرون المقدس بعد كده العائلة المقدسة مشت ناحية مصر القديمة وقعدت فترة بالزاتون وبعد كده مرت في طريقها من الزاتون لمصر القديمة على المنطقة الموجودة حاليا اللي هي الكنيسة العدرة الاسرية بحارة زويلة وبعد كده مرت على العدرة كلود بيك وبعد كده وصلت لمصر القديمة اللي هي من اهم محطات الرحلة وفيها كتير من الكنيسة القديرة باسم الست العدرة لكن العدرة ما قدرتش انها تقعد فيها فترة كبيرة قعدت ايام قليلة طبعا بسبب وقوع الاوسان فلما كان بيقضب اهل البلد فنقلت من المنطقة دية للفستاد وهنلاقي هناك كنيسة ابو سرجل اللي كانت العدرة قعدت في المغارة بتاعتها فترة خلال لما كانت العائلة المقدسة قعدة في مصر القديمة بعد كده من مصر القديمة راحوا ليه الفستاد زي ما قلنا وبعد كده من الفستاد راحوا ناحية الجنوب وصلوا لمنطقة المعادي وهي اهم ضواحي مصر الزمان ومن المعادي اخدت العائلة المقدسة مركب شراعي وراحت للسعيد وطبعا لان العدرة ويوسف النجار والمسيح رجبوا مركب في عدو نهر النيل اتسمت المنطقة بالمعادي والما كان حاليا فيه كنيسة العدرة بالمعادي وموجود فيه كتاب كمان مقدس اكتشفوه بعد كده كان طايف على وش النيل وكان مفتوح على اشعي النبي الاصحاحي الموجود فيه الاية مبارك شعبي مصر مصر اللي يروح هناك يلاقيه في المقصورة اللي فيها الاقدسين وصورة العدرة الاسرية بعد كده العائلة المقدسة اول ما حطتها في السعيد كانت قرية بمركز مغاغة ومحافظة المينيا بجوار الحائط الغربي لكنيسة العدرة في بير عميق بيقول التقليد ان العدرة او العائلة المقدسة شربوا منه بعد كده بعد مغاغة العائلة المقدسة مرت على بقع اسمها اباي اسوس يعني بيت يسوع ودي شرق البهنسة ومكانها دلوقتي قرية صندفة في بني مزار وقرية البهنسة حاليا يعني توسمى بقرية البهنسة حاليا بعد كده العائلة المقدسة ارتحلت من البهنسة للجنوب لناحية سامنلوت وعبروا النيل على الجانب التاني او جانب الشرقي وهناك دير العدرة جبل الطير شرق سامنلوت واستقرت العائلة المقدسة هناك في مغارو موجود لحد دلوقتي بالكنيسة الاسرية وكمان بتسمى بجبل الكاف علشان بيذكر التقليد اللي ابتي ان فيه سخرة كبيرة كانت هتقع عليهم من الجبل فالسيد المسيح مسجها بايده ومنع السخرة من ان هي تقع فامتنعت واتبعت عليها كافة ايده تمام فعشان كده بنسمى الجبل ده جبل التير جبل الكاف بعد كده العائلة المقدسة ثابت منطقة جبل التير وعبرت النيل للنحية الغربية وراحت نحية الاشمونيين وهناك حصلت عجيب كتيرة ومعجزات ووقعت اوسان البلد وبركت العائلة المقدسة البلد دي برده وبعد كده تحركت لبلدة ديروت ومنها لقرية قسقام او اللي هي القسية حاليا وهناك وقع صنم المعبود بتاع البلد وتحطم في طبعا الاهل البلد طردوهم خارج المدينة وحاليا المدينة دي اصبحت خراب هربت العائلة المقدسة من قرية قسقام وراحت نحية بلدة مير وهي موجودة على بعد حوالي 7 كم غرب القسية اللي هي في قسيود حاليا واهل البلد دي اكرموا العائلة المقدسة جدا اثناء وجودهم وبركهم السيد المسيح وهي الست العدر من بلدة مير ارتحت العائلة المقدسة وراحوا لجبل قسقام واللي موجود حاليا في دير المحرق وده اهم محطات العائلة المقدسة استقرت في العائلة المقدسة حوالي 6 شهور و10 ايام وبيسمى الدير ده ببيت لحمة تاني نظرا لأطول مدة قعدتها العائلة المقدسة في مكان كان في دير المحرق وهناك طبعا اتبنت كنيسة وبقى هيكل وهي تعتبر المكان الوحيد اللي دشنه السيد المسيح في مصر بنفسه وهو اللي قال عنه اشايا النبي يكون مسبح للرب في وسط ارض مصر وهناك كنيسة العدرة الاسرية وهي في الجهة الغربية من الدير ومسبح كنيسة عبارة عن حجر كبير ويقال ان ده الحجر اللي كان بيقعد عليه السيد المسيح هناك والدير ده ظهر في ملاك الرب ليوسف في حلمه وقال له ارجع لأرض فلسطين لأن هيرودس مات وهنا بدأت رحلة العودة من المحرق وهنا بدأوا يمشوا في طريق مختلف شوية جره من ناحية الجنوب شوية ناحية جبل اسيوت اللي هو معروف حاليا بجبل درونكا بركته العائلة المقدسة وهناك تبانى دير حاليا اللي هو دير العدرة بدرونكا ويقال انها كمان مرت على دير الجنادلة اللي هي المغارة الموجودة حاليا برضو في جبل اسيوت لأن منطقة وقت الفيضان كان الناس بتطلع للجبل بتحتمي في المغارات هناك فالعائلة المقدسة أكيد عد عليهم وقت الفيضان فاحتموا في المغارات اللي كانت في جبل اسيوت سواء دير العدرة درونكا أو دير الجنادلة حاليا بعد كده العائلة المقدسة وصلت تاني لمصر القديمة وبعدين المطرية وبعدين المحمة وبعدين منها لسينة وبعدين فلسطين وسكنت العائلة المقدسة في قرية الناصرة بممطقة الجليل بركة العائلة المقدسة تكون معنا كلنا كل سنة وانتوا طيبين بعيد دخول المسيح أرض مصر بتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه واشوفكم على كير في فيديو تاني جديد باي باي